يعني إيه حمل المصري ده؟ الحمل المصري يعني دايماً أما بيجي لي واحدة تقولي طب إزاي الأجانب مثلاً الستات في فرنسا ولا في البلاد دي لما بتيجي تحمل وبتاع بتبقى وطنعة حلوة ومشدودة أوه ده سؤال حلوة وشميعنا إحنا كده لما بيصلناه ده سؤال كويس طب حضرتك تعرفي الست الفرنسا دي بتعمل إيه؟ الست الفرنسا دي أول حاجة بتبقى تريند يعني من الأول هي بتبقى محافظة على وزنها وزنها مبقاش زايد قبل الحملة أصلاً ووقت الحمل بتزيد الرقم الطبيعي اللي هو كامل رقم الطبيعي ده معرف ده كترة النساء هزعلوا مني قوي من اللي أنا بقوله ده بس الرقم الطبيعي هو من 9 ل 11 كيلو ده اللي المفروض يزيد في كل الحمل ده الماكسيمم على فكرة الحقيقة عايز أقولك حاجة إن الحمل يتم بسلام وأمان وجودة عالية وغزة تام للبيبي لو أنت زدتي 3 كيلو 4 كيلو هتقولي ثم البيبي يأكل إزاي ده يبتاكل ده 4 كيلو في الإيه في الحمل كله يحصل ويتم الحمل بسلام وأمان على عكس ما الناس فاكرة عشان البيبي يحصل له مشكلة في النمو لازم أنت تكون يخسة جامد وعندك نقص أو عندك ديفيشنسي أما لو ما زدتيش في الوزن خالص لأ البيبي هياكل ويتغزة ويكتمل نموه وكل حاجة يبقى إذن المطلوب هو من 9 ل 11 كيلو ده المكسيم ده أحسن الكلام الجارح لا مش جارح هو دي الخير لا لا جارح جارح تحريك عندك واحدة في بطلة أوزن كنت أكتر من 32 كيلو هي دي بقى المشكلة يبقى أنا لما واحدة بتيجي تسألني طب إحنا بعد عملية شد البطن مثلا هل ممكن أحمل تاني أو لا آه طبعا تحملي وبطني ترجع زي ما احنا عملنا بعد العملية وبعد اللي احنا عملناها وتصليح الأضلاط ترجع زيها بالظبط ده لو زدنا الحمل الطبيعي طب لو فاشويلت بقى لو زدنا 30 كيلو طبعا أكيد عمر ما نتيجة العملية أو نتيجة الإجراءات هتبقى زي ما هي لكن لو زادت من 9 إلى 11 كيلو ترجع كأنها يوم العملية بالظبط طب سيبك بقى من 9 إلى 11 كيلو دوله سمحت الدكتور حطهم على جنب ماشي نتكلم عن الحمل المصري الحمل المصري الحمل المصري ده بقى بيحتاج حاجة اسمها وبتتعمل في العالم كله ترند دلوقتي اسمها المامي ميك أوفر مامي ميك أوفر أه وبما أننا يعني بعد عيدي الأم صحيح بعديها بأسبوعين كل سنة وكل أم طيبة وإنت طيبة هي ضريبة الحمل والولادة كده إن لو الوزن زادت كتير في الحمل هيحصل تغيرات التغيرات دي بتحصل في البطن وبتحصل في السادي وبتحصل في أجزاء كتير من الجلد والمؤخرة في النناطق كتير هي بتحصل طيبا من هنا إلى هنا طبعا لأن طبعا والله العظيم طبعا هي بتحصل بالأول هنا هو وعلى فكرة على اللفن بتاع المخ كمان يعني بيحصل تغيرات وبترجع تاني طبيعية المخينا بي الهرمونز بتتغير معهول أه طبعا وبتحصل في المناخير يعني بيحصل تورم في الأنف عشان كده كتير يقولوا الواحدة أنت حامل في ولد أو حامل في بنت حسب التورم اللي موجود إيه يا دكتور هو موضوع بجدد التورم ده ليه علاقة بالولد والبنت لا ملوش علاقة بولد وبنت ولكن ليه علاقة بالحمل نفسه الحمل نفسه بيعمل تورم في الجسم كله آه مضبوط فالحقيقة أننا نحن بنعمل دلوقتي حاجة اسمها المامي ميك أوفر يعني إيه مامي ميك أوفر يعني إحنا نرجع الست للفترة أنا بقول اللي هي زي ما كانت بنت زي ما كانت قبل الحمل والولد وهو ده التغيير اللي هي تبعي زي إن هي ترجع تاني وأنا بقول الحقيقة والواقع أنا مش بس منرجعها لزي الفترة اللي هي كانت فيها بنت لأ أنا بقول بترجع بجسم عمرها ما كان عندها كأنها رياضية وكأنها بتلعب رياضة السيكس باكس دي بتتعامل بالعمليات آه طبعا بتتعامل سيكس باكس بتعامل بالعمليات إحنا عند الستات ما بنعملش سيكس باكس بس بنعمل حاجة اسمها شامبين فالي أو بنعمل شوية في النص اللي هي نحت للعضلات والفي شايب بتاع العضلتين بتوالبط شان تبعين كأنها بتلعب رياضة يعني هو ده المنظر اللي بيبقى حلو على الستات وأنا بقول إن الستات كمان مختلفة في إن هي بتبقى محتاج محتاج إن جسمها يبقى كيرفي برضو مش مجرد إن هو بس يبقى مسكول يعني يبقى فيه شوية كيرفي شمع عضل يعني فيه شوية أنوسة ست كده أنوسة أنا بسميها فيت مامي يعني هي شكلها فيت يعني بتلعب رياضة ولكن مش شكلها شمع عضلة ترجمة نانسي قنقر